اشتركوا في القناة ويالآن نستعد الفريق حسام ربيع لبدء المؤتمر الصحفي هنا من نادي الشاطئ بمحافظة السويس حيث يتواجد في المؤتمر الصحفي كل وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية المحلية والعالمية السفينة الجنحة في المجرى الملاحي لقناة السويس جنحت في صباح السلساء الماضي وما زالت تتواصل جهود هيئة قناة السويس لتعويم السفينة حيث تم تكريك 20 ألف طن من الرمال من مقدمة السفينة ولحظات ويبدأ الفريق أسام ربيع رئيس هيئة قناة السويس المؤتمر الصحفي العالمي من نادي الشاطئ لإعلان عن جهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة نكلم حضراتكم من نادي الشاطئ تابع لهيئة قناة السويس بحضور كل وسائل الإعلام المصرية المحلية والعالمية لنقل فعليات المؤتمر الصحفي للفريق أسام ربيع الذي يساب ده بعد لحظات بدء المؤتمر بحضور قناة الهيئة هيتحدث عن لحظات وينطلق المؤتمر الصحفي للفريق أسام ربيع رئيس هيئة قناة السويس الحديث عن جهود الهيئة في تعويم السفينة البنامية الجانحة في المجرأ الملاحي لقناة السويس وينكن المؤتمر في نادي الشاطئ على ضفاف قناة السويس طبعا اهتمام علامي بالسفينة البنامية التي يصل طولها إلى 400 متر وعرضها 59 متر تحمل 224 ألف طن من الحاويات ونجحت تكريك مقدمة السفينة في رفع وتحريك 20 ألف طن ويعني كانت في عملية تعويم أمس نجحت في تحريك السفينة كده جزئيا من مقدمة السفينة وهو ما سيسهل بإذن الله عملية تعويم السفينة خلال الساعات القادمة تفاصيل كتيرة جدا ان شاء الله هنعرفها من الفريق وسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بعد قليل للحديث عن جهود الهيئة في تعويم السفينة والفريق وسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يعني اكد ان منورات القطر للسفينة الجانحة من خلال تسع قطرات عملاقة في مقدمتهم القطرة بركة واحد والقطرة عزة عادل طبعا تمت المنورات ومحاولات التعويم بعد الانتهاء من تكريك 20 ألف طن من مقدمة السفينة القطرة بركة وهي إحدى القطرات التي تكون بالمساعدة في تعويم السفينة الجانحة بقوة شد 160 طن هناك طبعا سيناريوهات عديدة لتعويم السفينة كانت منها التكريك الذي حدث في مقدمة السفينة بالإضافة إلى هناك سيناريو آخر وأخير وهو تفريغ الحمولة وهو الأصعب والمهمة الأصعب طبعا لها تواجه فريق التعويم ورجال هيد قناة السويس لكن وارد وقد يحدث وهو طبعا ما هيعلنه الفريق وسامة ربيع خلال اللحظات القادمة السفينة العملاقة السفينة البنمية تم تعليق الملاحة في قناة السويس منذ صباح السنساء الماضي وحتى الآن توقفت حركة التجارة العالمية بعد هذا الحادث السفينة طبعا البنمية يبلغ طولها 400 متر عرضها 59 متر بحمولة إجمالية 224 ألف طن أقول لخضراتكم وطبعا على لسان الفريق اسامة ربيع إن مناورات القطر وتعويم السفينة تتطلب توافر عدة عوامل المساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجزر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديرات وإجراءات ومحاولات المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد يمكن موضوع الشد والجزر المادي والجزر ليه عوامل طبعا هامة وتساعد على مهمة تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس في النقطة 151 ترقيب القناة وقريبة كده من قرية عامل بمحافظة السويس قرية عامل التابعة ليه حي الجناين بمحافظة السويس لحظات طبعا ويبدأ الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل جهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة